بس في بقى حقيقة مهمة في حقيقة مهمة قوي لازم جمهور الاهلي يبقى عارفة وهي بخصوص البرنامج اللي في قناة تن اللي بيشتغل فيه الكابتن مجدي عبدالغان واللي بيطلع يتجاوز فيه الناس كلها من خلاله تمام البرنامج ده يا جماعة متأجر ساعتين متأجر ساعتين من شخص ما وحاول على اسمه في التوقيت الأنسب من كده بقى أهداف معينة الأهداف بتتمثل في إيه وأكيد حضراتكم ملاحظين الجزئية دي بنسبة مليون في المية تمام الأسباب والأهداف بتتمثل في مهاجمة النادي الأهل بشكل دائم دون التطرق لأي نادي آخر ودون التطرق لأي رموز من رموز الأندية الأخرى مع كامل الاحترام والتقدير لهم ولجماهيرهم لكن هو هدف معمول عشانه ببرنامج ده أنطلع أهاجم النادي الأهلي بس وشخص ما هو اللي مأجر الساعتين دول وحقول لحضراتكم على اسمه في الوقت المناسب لكن الأمر المؤسف الأمر المؤسف أن الأستاذ نشأت إديه وله كامل التقدير والاحترام المتكامل شخصية محترمة وبنقدرها تقدير كبير جدا جدا هو رئيس قناة تن وفي نفس الوقت هو عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلي بالك رئيس قناة تن وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإحنا بنحترمه وبنقدره جدا عشان كلام يبقى في مكان تمام أنا مستغرب وحاسس أن فيه إزدواجية في الكس منين حضرتك يا فندم منين حضرتك عضو في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفي نفس الوقت طبعا نعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي هو إيه فيه قواعد وقصص معينة الإعلام لازم يطلع من خلالها يتكلم أو أمور معينة ما ينفعش نتجاوزها في نفس الوقت حضرتك رئيس قناة تن وبرنامج ده تحت إشرافك تمام؟ أيا كان الساعتين متأجرين أو مش متأجرين لازم يكون فيه وقفة لازم يبقى فيه تصرف ما لكن أنا مستغرب في الحقيقة في الجزئية دي وفي نفس الوقت كمان اللي نعرفه تبقى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه مانع أصلا موضوع التأجير ده دي قواعد اللي معروفة وأعتقد ناس كتير جدا لعرفة الجزئية دي فلمستغرب برضو إزلاء مؤجرين يا جماعة ومش ممنوع تأجروا مش ممنوع موضوع التأجير ده فدي حاجة غريبة بالنسجل تمام؟ فعمرنا ما حنروح للجزئية وهذا الأسلوب المتدني اللي نتكلم فيه طب هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إحنا أول مبارح بعد ما لقنا الكابتن مجدي دايس في كل جموز النادي الأهلي في كل مسؤولي النادي الأهلي كما هو المعتاد وكما هو معروف أسلوبه واللي إحنا كنا متخيلين إنه حيرجع لرشده ونطجه ويستوعب الدرس لا، هو بيتمادى بتجاوزات أكتر وبتجاوزات غير مقبولة على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر